أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ويمن يوضع بعسا شديدا ويمن يوضع بعسا شديدا من لذنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحا ويأتي أن لهم مجرى معسا ماكثين فيه أبدا ويوضع الذين قلوا اتخذ الله ولدا ما لهم من علمه ولا نعباه كبرت كلمة تخرج من أفوائم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقر نفسك على آثارهم إن لم يقمنوا بهذا الحديث سفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لا لنبلوهم أيهم أحسن وما وإنا نجعلون ما عليها صعيبين جلزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرطيم كانوا من آياتنا عجبا إن أغل الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لذنك رحمة وأيئ لنا من أمرنا رشدا فالضربنا على آذانهم في الكهف زنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين يحصى لما نبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هداء وربطنا على قلوبهم بإذقاء فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه لن ندعو من دونه إلا لن قد قلنا إذا شططا هؤلاء يطاقون اتخذوا من دونه لولا يأتون عليهم من سلطان مين فمن أضرهم ممن افترف على الله كذبا وإذا اعتزلتكم وما يعبدون إلا الله فأبوا إلى الكافية ينشع لكم ربكم من رحمته ربكم من رحمته ويهيئ لكم من عملكم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت نزاوه عن كهفهم ذات اليمين كذب ذات اليمين وإذا غابت تغررهم ذات الشمال وهم في فدوة من ذلك من آيات الله مع نياد الله فهو المعتد ومن يضلل فلا تجدره ونيا مرشد وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكالكم باسد ذراعيهم الوصيد لم اطنعت عليهم لوليت منهم فرام ولم ولئت منهم رعبا وكذلك معتناهم ليتساءلوا بينهم ونقل قائلهم منكم لبستم قالوا لبسنا يوما أو ناضيهم قالوا ربكم أعلموا بما لبستم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة هذه إلى المدينة فليأتكم برزق منه وليتلطط برزق منه وليتلطط ولا يجعلن بكم أحدا إنهم يغروا عليكم يوجوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولا تفلحوا إلى النبدا وكذلك أعطانا عليهم ليعلموا أن بعد الله حق وأن الساعة لا غيب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا له عليهم منيانا ربهم أعلم بهم قال الذين ونبوعدا لا أمرهم لن اتخذان عليهم مسجدان سيقولون ثلاثة ورابعة من كلهم ويقولون خمسة سادسهم كلهم ورجمان من غيب ويقولون سلاثة وسامنهم كلهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلموا من لا قليل فلا تمارفهم من لا مراءا ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقول لشيء إني فاعب عن ذلك ونا إلا أن يشع شاء الله واذكر فإذا نسيد وقل عساسا أن يهديني ربي لأقوى من هذا وجدا ولبثوا فيك فيهم ثلاثة مئة سنين وزاد تسعة قل الله أعلم بما أعلم بما أعلم له الغيب السمارات والأرض أبصر بي وأسمع ما له من دوني مي ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واطل ما أوعي إليك من كتاب ربك لا مؤدل لكلماته ولا تجد من دوني منتعا واصمع نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغلوة والعشي يريدون وجهة ولا تعد عينا كانون تريد زينة الحياة الدنيا ولا تدع من أغفلنا قلبه وعاو عن ذكرنا واتلب أهواء وكان أمو فلطا وقل الحق من ربكم فمع من شاء فليهم ومن شاء فليكبر إننا أعتدنا للظالمين لا رنح ضمهم صادقوا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء أولئك المول يشوي الوجود وإس الشغال وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نذيع وجر من أحسنا أولئك لهم جنجلنات عدن تجدين تحتهم الأنهار يحلون فيها من أسابر من ذهبه ويلبسون من ذهبه ويلبسون ثياباً قضرة من سلسس واستبرقين متكئين فيها على الأرائق نعم التغتاب وحسنت معتفقات واضرب لهم مثل الوجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنقل وجعلنا بينهما زعزا كلتا الجنتين آتتوا فنها ولم تغن منه شيئاً وفجرنا قلالهما ناراً وكان له سمر فقال لصاحبي وهو يحافر ونأتن منك مالاً وأعود نفراً ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أعزون وأنت بإذا هذه أبداً وما أعزون من مستعد قائمة وإن رددت إلى ربي ولإن رددت إلى ربي لإذا إنا خيراً منها هم يقنباً قال لون الصائب وهو يحافر وكفرت بالذي خلقك من تراب خلقك من تراب ثم من لطفة ثم سوسك ونلاً لكنه الله ربي ولا أشرف بربي أحداً ولولا إذ دخلت جنتك قلت مع شاشاً الله لا قفة إلا بالله إن تغني أنا أقل منك معناً وولداً فعسى ربي أن يؤتيني قيقاً من جنتك ويوصل عليها حسباناً من السماء حسباناً من السماء فتصبح سعيداً زلقاً أو يصبح ماء غوراً فلا فلا تستطيع لو طلماً وأوحيط بثمني فأصبح يقلب كفي على ماء أنفط فيها وهي خافية على عوشها وهي خافية على عوشها ويقول يا ليتني تنمش لك برمي أحداً ولم تكن لو طلماً ينصرون من دون الله وما كان من تصيراً هناك لك العية للعية الحق هو خير ثباباً وخير نقباً واضرب لهم ما زلت حيعة الدنيا كما كان عنها زلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فاصبح هشيماً تغلو الرياح وكان الله على كل شيء مقدراً المال والمنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحة وحذبة خير عمد ربك ثباباً وخير أملاً ويوما سير الجبال بدأ الأرض بارزةً ويوما سير الجبال عطى الأرض بارزةً وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وغنلوا نذوعنا على ربك صفا لغدئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم علما نجعل لكم موعدا وغدع الكتاب فضع المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرتا ولا كبيرة لنا أحصى ووجد ما أمره حاضرة ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففصفان أمر ربه أفتتخذونه وذرية أولياء من دوني وهم لكم عدوب بئس للظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المظلين عددا ويوم يقولنا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبون وجعلنا بينهم موبقا وراء المجرمون أننا رفضا أنوا مواقعها ولم يجدوا أنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان من الإنسان أكثر شيء جدلا وما مع الناس عسين يؤمنوا إذ جاءوا الهدى ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم إلا أن تأتيهم سنة الأرض لين ويأتيهم العذاب قبولا وما نسل السلسلين إلا مواشرين ومواندرين ويجادل الذين كفروا بالباطل لينحظوا بالحق واتخذوا آياتي وما أعذروا زواك ومن أضروا من أما ذكر بآيات ربي فعذوا عنها ونسي ما قدرت يدا إنا جعلنا على قلوبهم أكندا أن يفقوا وفي آذانهم وقرا وإن تدهوا من الهدى فلا فإن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور فضر وحمى لو يأخذوا بما كسبوا لعجر لهم العذاب من لهم موعد لن يجدوا من دونه موئنا وتلك القرى أعلكناه لعما ضرقنا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قالوا سهل فتا علاء أبرح حتى أملوا مجمع البحرين أو أمضي حقوبات فلما بلغوا مجمع بيني ما نسي حوته ما فتا وذسنيه في المحر سربا فلما جاوز أقال لفتاواتنا وداءنا لقد لقينا من سفرنا على نصبا وَلَأَرَيْتَ إِذَ أَوَيْنَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَإِنِّي نَسِيْتُ الْحُرْدِ وَمَا أَنْسَانِيُ إِلَّا الشَّيْطَانُ وَأَنْ أَذُكُرُهُ وَاتَّقَذَ سَبِيلُهُ فِي الْبَحْرِ عَجْبًا وَوَلَذَلِكَ مَا كُنَّا نَبَغِ فَغْتَدَّ عَلَى آثَارِهِ مَعْقُصَصَا فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنا آتِيْنَا وَوَحْمَةً مِنْ عِنَدْنَا وَعَلْلْنَاهُ مِنْ لَدْنَا عِلْمًا قَالَ لَوْلَوْسَا هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِنْمًا على أَنْ تُعَلِّمَنِ مِنْمًا وَالْلِمْتَ غُسْدًا قَالَ إِنَّكَ لَنَ تَسْتَطِعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْمِرْ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ مِي خُبْرًا قَالَ سَتْجِدُنِي إِنْ شَاءً وَأُوْ صَابِرًا وَلَا أَعْصِينَكَ عَمْرًا قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْلِثَنَكَ مِنُودِكَ فَانْطَلَطَا حَتَّى إِذَا وَكِبَعْتِ السَّفِينَةِ خَاطَهَا وَالَا أَخْلَطَلِ تُغْرِقَ أَغْلَا لَقَلْ جِدَ شَيْءًا إِمْرًا قَالَ عَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعْ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تُعَخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُعِطِنِي مِنْ أَمْرِي عُزْرًا فَانْطَلَطَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَعْمًا فَقَتَلْهُ قَالَ أَغْتَتَ نَفْسًا زَكِيَّةً مِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ دِيْتَ شَيْءًا نُكْرًا قَالَ لَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعْ مَعِي صَبْرًا قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَذَوْتَ مِلَّدُنِّي عُذْرًا فَأَنْطَلَقَا حَتَّ إِذَا أَتَيَتَا أَهْلَ قَرِيَّةٍ استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدالا يريد أن يطنطفا قاما وَأَنَا وَشِئْتَ لَتَّفَلْتَ عَلَيْي أَجْرًا وَأَنَا ذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَقُّكَ بِتَأْذِيرِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْي صَبْرًا أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعَمَلُونَ فِي الْبَحْرِ قَيْرَتُ أَنَّا عِيْبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْقُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ وَصْبًا وَأَمَّا الْغُنَامُ فَكَانَ أَبَاءُ مُؤْمِنَي فَغَسِيْنَا أَنْ يُرِهِقَهُمَا تُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُرْدِلُمَا رَبُمَا خَيْرًا مِنُوا زَكَةً وَأَقْowَبَ رُحْمًا وَأَمَّا الْجِدَاءُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنٍ وَأَمَّا الْجِدَاءُ فَكَانَ لِغْلَامَيْنِي يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةٍ وَكَانَ تَعْتَوُكَاذٌ لَوْمَا وَكَانَ تَعْتَوكَاذٌ لَوْمَا وكما تابوما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدوما ويستغرجاك أنزوما رحمتا من ربك وما فعلتوا عن أمري ذلك تأثير ما لم تستطيع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين والسأتنو عليكم من ذكرى إنا مكننا رغو في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين عميات وبجد عدد قوما قلنا يا ذا القرنين إما أنت عذب وإما تتخذ فيهم حسنا وولا ما ما غرن فسوف نعذب ثم يرد إلى ربي ثم يرد إلى ربي فيعذب وذابا نكرر وأما من عامل من عمل صالحا حفره جزاء الحسنى وسنقول له من عمرنا يسرى ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل له من دونها سطرى كذلك وغض أحطنا بما لديه قبر ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونه ما قوما لا يكادون يفقفون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج وما أجوج أبسدون في الأرض فلن أجعل لك قوزا على أن تجعل على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما أمكنني في ربي خير فاحلوني بغضغة وأجعل بينكم وبينهم ودمان آتوني زبر الحديد حتى إذا ساب بين الصلفين طالوا ننفقوا حتى إذا جعلوا نارا قال آتوني أفرغ علي قطرات فما استطاعوا أن يضعوا وما استطاعوا لو نقبا ورغ ذا رحمته من ربي فإذا جاء بعد ربي جعله أدكا وكان بعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعضهم ونفق في السور فجمعناهم جمعات وعرضنا الجهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعيوهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعات أفحسب الذين كفروا أن يتغذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جاهجان ما للكافرين نجرا قل هل نهبكم بالأخسرين أمانا الذين ظل سعرهم في العيات الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسرون سنعات أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ونقائي فحبضت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنان ذلك جزاءهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي وزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة الفردوس وزلان خالدين فيها لا يبغون ونواحي ونواحي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنا في ذا البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثلي من دعا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إليكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا بسم الله الرحمن الرحيم يا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيلا عزيز الوحين لتنذر قلقهم وأنذر أباهم فهم فوافلون لقد حق الطول ولا أكثر إن فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمعون ولعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأوشيناهم فهم لا يبصرون وسباء عليهم أنذرتهم أم أنتم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي ورحمن بن ويب فبشروا بمغفرة واجر الكريم إنا نعلم نعي الموتى فلقتوا ما قدموا عزاه وكل شيء أحصيناه في إمام مبيل وضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها الموسى رسلون إذا أرسلنا إليه مذنين فكذبوا ما فعزلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشرون مثلنا وما أنزر الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا أبنا يا ولم إننا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا أبنا يا ولم إننا تطيرنا بكم لإلا ابدا تولنا علم أنكم وليمس أنكم منا عذاب عليم وقالوا نطائرهم معكم أيها ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أفضل مدينة رجل يسعى قالوا يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم مجرى وهم مغتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإلي ترجعون أتخذ بالبدوني آلية يريدني الرحمن بضر لا دون عني شفعتهم بضر لا دون عني شفعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمات بربكم فاسمعون طير ذغل الجنة قال يا ليت طومي يعلمون بما غطر لي ربي وجعلني من المطرمين وما أنزلنا على طومي من بعدين من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيعة واعدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا ليستازعون ألم يروا كما كنا قبلهم من القول أنهم إليهم لا يوجدون وإن كل كلما جميعون الذين محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحيينا وأخرجنا من أهم حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وعنى بهم وفجأنا فيها من الغيون ليأكلهم من ثمري وما عملته أيديهم أفلا يسكنون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مهم ما تنبت الأرض ومن آنفزهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلف منه نهار فإذا هم مملمون والشمس تجري مستقر وإلا ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى هذا القرجون القديم لا الشمس ينبغي للا أن تذرك القمر ولا الليل سابق من النهار وكل في فلكي يسبعون وآية لهم أننا عملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مزلي ما يردبون وإن نشع نغرقهم فلا صريق لهم ولا هم يطلقون إلا رحمة منا ومتعدنا حين وإذا قيل لهم اتبوا ما بين عيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آيات من آيات ربهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها ماردين وإذا قيل لهم عنفقهم ما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين آمنوا وندعم من لو يشاء الله أطعم إن أنتم منها في ظلال مبين ويقولون متى تأذى العلو إن كنتم صادقين ما ينزلون إلا صيحة الله إذا تأقدون وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا أعلى إلى آلين يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجذات إلى ربهم ينسرون قالوا يا بيننا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدف المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاقعون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكعون لهم في أفاكهة ولو ما يدعون سلامهم طولا من رب الوحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني أعلم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أظلم لكم جبل كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تبعدون إصروا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخطر على أفواههم وتقلمنا أيديهم وتشهد أرزنهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعجنهم فاستبقوا الصراط فأنها يبصرون ولو نشاء لمسفناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن يعمرهم ركزوا في الخلق فلا يعطلون وما علمنا وشعش وما ينبغي له إنه إلا ذك وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا على ما فهم لها مالكون وذلنا لهم فمنها وطرون ومنها يأكلون ولو فيها منافع ومشارب أفلا يشكون واتغذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جنجد محضحون فلا يحجح كقولون إنا نعلم ما يسرون وما يولنون أولم يروا الإنسان وأنا خلقنا من نطفتر فإذا هو خسيم لهم ممين وضعب لنا مثل ونسي خلط وعلمان يحيي العظام وإن يرمين وليحيي الذي أن شاء أول مرة وهو بكل خلط عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض مقادر على أن يقلق مثلهم بلا والخلاق العليم إنما أمره إذا أرد شيئا أن يقول لولا كنت فيقون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه تجعون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيعان الشمس والقمر بحسمان ينه والنجم والشدو يسجدان والسماء رفعها وغضع الميزان ألا تطور في الميزان ألا تطور في الميزان وأقيم الوزن بالقصد ولا تخسر الميزان والأرض وضعان الأنام فيها فاكئة والنخن ذات الأكبر والحب ذو العصب والغيحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصان كالفخار وخلق الجان من ماره من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشيطين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرجى البحرين يلتقيان بينهما بغزق لا يرغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يقول منهما الهلو والمرجان بأي آلاء ربكما تكذبان كل من علينا فانيه ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألوا منهما في السماوات والأرض كل يوم وفيشان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنقرر لكم أيها تقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معجى الجلال والإنسين استطعتوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يُعْسَلُ عَلَيْكُمَ أَشُعَرُّوا من نارِه وَنُحَاسْهُمْ فَلَا تَعْتَصِرُونَ فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماوات فكانت وردتا كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يُسْأَلُ عَلَى ذَنْبِهِ إِرْسُ وَنَاجَانَ فبأي آلاء ربكما تكذبان يُعْفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَامٌ فيُخَذُوا من نواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جَعَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهِنَا وَبَيْنَ عَلِيمٍ آن فبأي آلاء ربكما تكذبان وَلِمَنْ خُرْفَ مَقُمَ رَبِّي جَنَّتَانَ فبأي آلاء ربكما تكذبان لَبْعَتْ أَعْفُنَانَ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان تجديان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما من كل فاكية زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فوش بطواء ومن استواطم وجنى الجهنتين ذان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما قاصرات الطرف لم يطمثهن عينان سنقبلهم ولا وجان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنه هنا اليقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء الإحسان للإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن نون ما جاء جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدرامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان ضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان إن لك في النهار سباحا طليلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتلا رب المشرق والمورب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا واصمر على ما يقولون وحجوا أجران جميلا وذلي والمكذبين وللنعمد ومغلوا القليلا إِنَّ لَدَيْنَيْنَا أَنْ كَانَا وَجَحِينَا وَطُعَطَمَا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا هَنِيمًا يَوْمَ تَوْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَانُ وَكَانَتِ الْجِبَانُ كَثِيبًا مَئِينًا إِنَّا أَوْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِذَا عَلَيْكُمْ كَمَا أَوْسَلْنَا إِلَى فِرْعُونَ رَسُولًا فَعَصَى عَفِرُونُ رَسُولًا فَأَخُذَا عَلَيْكُذَا عَلَيْكُذَا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتْلَقُونَ إِنْ كَفَرُتُمْ يَوْمَ يَدْعَلُونَ إِلْنَا نَشِيبًا السماء مُنْفَضِرُ أُمِّهِ كَانَ مَعْدُونَ فُغُفُلًا إن هذه تذكرة فمن شاء شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثين ليل ونصفه وثلث وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنذار علم أن لا تحصوا فداب عليكم فقرأوا ما تحصر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يضربون في الأرض يغضرون من الفضل الله وآخرون يقادرون في سبيل الله فاغروا ما تيسر منه وعقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وعقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله هو خير وعلم أجر واستغفر الله إن الله غفور ورحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلاغ من شر مع خلق ومن شر غاسق إذا وقلت ومن شر نفات في العقد ومن شر عاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم والأعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوت في صدور الناس من الجنة والناس